يسأل عن تفسير قول الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يقول أعلم بأن الله عز وجل ما أقسم بنبي إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام فكيف توجيه هذه الآية مع أنها جاءت في سياق قصة لوط عليه السلام يا مجاهد بارك الله فيك في قول الله تعالى لعمرك هذا قسم بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن قصة لوط هناك جملة معترضة وهي هذه الجملة لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون المقصود أن الله تعالى أقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام وبيّن بأن هؤلاء في سكرة والعياذ بالله في عماية وهذا أسلوب قرآني يعني ما يسمى بالالتفات ما يسمى بالإظهار بعد الإضمار ما يسمى بالجمل المعترضة هذا مهم جدا تفهم يا مجاهد